الحمد لله وصلى الله وسلم وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر عباد الله الصالحين أما بعد فإن مما حصل في المعراج أنه صلى الله عليه وسلم بعدما وصل إلى السماء الأولى وحصل الذي ذكرناه من أنه التقى بنبي الله آدم عليه الصلاة والسلام طلع بعد ذلك إلى السماء الثانية وفي السماء الثانية التقى بابني الخالة بعيسى ويحيى عليهم الصلاة والسلام وعيسى صلى الله عليه وسلم هو نبي رسول مسلم مؤمن جاء بدين الإسلام ككل الأنبياء والمرسلين ثم إن عيسى عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى توحيد الله وعبادته كما أخبر الله في القرآن وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام لم يمت ولم يقتل بل رفعه الله إلى السماء وكانت هذه من معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام وليس صحيحا أنه مات ورفع إلى السماء وهو ميت بل رفع وكان على قيد الحياة وليس نائما بل كان مستيقظا وهذه كما بينا أنها من معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام وعيسى المسيح صلى الله عليه وعلى كل الأنبياء وسلم الله تعالى أكرمه بمعجزات كثيرة من معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يحيي الموتى بإذن الله كما قال الله في القرآن إخبارا عنه عليه السلام وأحيي الموتى بإذن الله وهذا بخلق الله وقدرته ليس هو الذي يخلق في الأموات الحياة ليس عيسى عليه السلام يخلق فيهم الحياة إنما الله يعيد إليهم الحياة إكراما لعيسى معجزة لعيسى فيكون ذلك معجزة لعيسى عليه الصلاة والسلام فإن قيل إن معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام من إحياء الموتى أعظم مما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم فيقال إنما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعجب لماذا؟ لأن هذا الإنسان الميت الذي أحياه عيسى بإذن الله بخلق الله بقدرة الله بمشيئة الله وكان فيه روح كان فيه حياة هذا الإنسان ثم مات فأحياه الله أما ما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ما هو حنين الجزع خشبة يابسة جزع نخل يابس كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خطب الجمعة استند إلى هذا الجزع فلما عمل له المنبر وترك الاستناد للجزع وطلع على هذا المنبر حن هذا الجزع اليبيس وأن وبكى شوقا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المنبر والتزمه فسكت الجزع وقال الرسول والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لبقي يئن إلى يوم القيامة فهذا أعظم مما أعطيه عيسى عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين